سر روحانية هذه المدينة النبوية المشرفة جماليات طيبة طيبة حقيقة هو سر وكأنه سيبقى سر لكن الله جل وعلا جعل فيها بركة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة بالمدينة ضعفي ما بمكة من بركة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب قال اللهم كما دعا إبراهيم لمكة هو دعا للمدينة فهذا من الأسرار إجابة الله جل وعلا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن مكة كانت في ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كانت شدة وكان هناك دعوة وكان مضايقات المدينة كانت رخاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجد الاستقبال وجد الابتسامة وجد القبول الأنصار الأوس والخزرج الجبال حنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحجر قال يعني لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من بره كان يبكي الجذع و ضمه إلى صدر عليه الصلاة والسلام ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة معروفة كانت قبل النبوة بعد النبوة كانت هناك شدة و كان هناك بذل جهد عظيم لكن المدينة هذا منبره و هذا مسجده و هذا بيته و هذا أصحابه الكرام ثم عاد إلى مكة صلى الله عليه وسلم و استقرب المدينة المدينة لا زالت تفيض جمالا و طيبة و مسكا على ساكنيها و على زائريها و هذه بركات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نحن في المدينة ننبه على أن الإنسان حينما يتذكر خطوات النبي صلى الله عليه وسلم يزداد تمسكا بالسنة لا يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم لهذا قالت جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا فالمدينة باركة بارك الله في مدها و صاعها في تمرها في عقيقها في نبينا عليه الصلاة و السلام و دعا النبي لها و لزائريها و دعا على من أراد بأهلها سوءا و قال من مات بها كنت له شفيعا يوم القيام و هذا من الأسرار العظيمة و هذا من فضل يعني من فضلها و بركتها و نورها و جمالها نسأل الله سبحانه و تعالى أن يرزقنا سكناها و أن يرزقنا موتة فيها ترجمة نانسي قنقر